بسم الله الرحمن الرحيم نون والقلم وما يسكون ما أنت بنعمة ربك بمجنون وإن لك لأجرا غير ممنون وإنك لعلى خلق عظيم فستبصر ويبصرون بأي يكون مفتون إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين فلا قطع المكذبين وادوا لو تدهن فيدهنون ولا قطع كل حلاف مهين هماز مشاء بننيم منع للخير معتد أثيم أطل بعد ذلك زنيم أن كان ذا مال وبنيم إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين سنسمه على الخرطوم إنا بلغناهم كما بلغنا أصحاب الجنة إذ أقسموا ليصرمنها مصبحين ولا يستثنون فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون فأصبحت كالصريم فتنادهم مصبحين أنوضوا على حرفكم إن كنتم صارمين فانطلقوا وهم يتخافتون ألا يدخل النهر يوم عليكم مسكين وغدوا على حرد قادرين فلما رأوها قالوا إنا لضالون بل نحن محرومون قال أوسطهم ألم أقل لكم له لا تسبحون قالوا سبحان ربنا إنا كنا ظالمين فأقبل بعضهم على بعض يتلاومون قالوا يا ويلنا إنا كنا طاغين عسى ربنا أن يبدلنا خيرا منها إنا إلى ربنا راغبون كذلك العذاب ولا عذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون إن للمتقين عند ربهم جنات النعيم أفنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكون أم لكم كتاب فيه تدرسون إن لكم فيه لما تخيرون أم لكم أيمان علينا بالغة إلى يوم القيامة إن لكول ما تحكون سلهموا أيهم بذلك زعيم أم لهم شركاء فليأتوا بشركائهم إن كانوا صادقين يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون خاشعة أبصار ترقهم زلة وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون فذرني ومن يكذب بهذا الحديث سنستدلله من حيث لا يعلمون وأملي له إن كيدي متين أم تسأله أجرا فهو من مغرم مسقلون أم عندهم الغيب فهو يكتبون فاصفر لحكم ربك ولا تفنك صاحب الحوت إذ نادى وهو مكذون لولا أن تداركه نعمة من ربه لنبذ بالعراء وهو مزمون فادتباه ربه فجعله من الصالحين وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصار لنولا مما سمعوا الذكر ويقولون إنه لمجنون وما هو إلا بكر للعالمين